رقم واحد معامل ارتباط بيرسون يمكن حساب معامل ارتباط بيرسون بالمعادلة R يساوي N في سميشن XY ناقص سميشن X في سميشن Y على الجزر التربيعي لأن في X تربيع ناقص سميشن X الكل تربيع في الجزر التربيعي لأن في سميشن Y تربيع ناقص سميشن Y الكل تربيع حيث سميشن X في Y هي عبارة عن مجموع حاصل ضرب X في Y وإن هي عدد أزواج قيم المتغيرين وصميشن X هي مجموع قيم X وصميشن Y هي مجموع قيم Y وصميشن X تربيع هي مجموع مربعات قيم X وصميشن Y تربيع هي مجموع مربعات قيم Y ويستخدم معامل ارتباط بيرسون في حالة البيانات الكمية فقط أي البيانات الرقمية أو الأعداد كما يعتمد في حسابه على القيم الفعلية للمتغيرين X و Y رقم 2 معامل ارتباط الرتب أو معامل ارتباط سبيرمن يستخدم معامل ارتباط سبيرمن في حالة البيانات الوصفية كما يستخدم في حالة البيانات الكمية ويعتمد على رتب القيم للمتغيرين وليس على القيم الفعلية للمتغيرين ولحساب معامل ارتباط سبيرمن نتبع الآتي رقم 1 ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا حسب قيمها رقم 2 حساب رتب X و رتب Y وفي حالة عدم وجود قيم مكررة في البيانات يأخذ الترتيب كرتبة أما في حالة وجود قيم مكررة نحسب الرتبة لكل قيمة مكررة كمتوسط لترتيب القيم المكررة حيث رتبة القيمة المكررة تساوي متوسط الترتيب لكل قيمة مكررة رقم 3 حساب D وعبارة عن الفرق بين رتب X و رتب Y مع ملاحظة أن summation D يساوي 0 أي أن مجموع D دائما يساوي 0 رقم 4 حساب معامل ارتباط الرتب سبرمن بالمعادلة R يساوي 1-6 في summation D تربية على N وهي عدد أزواج قيم المتغيرين في N تربيع ناقص 1 والأمثلة التالية توضح كيفية حساب معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبرمن للرتب مثال البيانات التالية تمثل درجات 10 طلاب في مادتي الرياضيات والإحصاء والمطلوب حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات المادتين لحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات المادتين نتبع الآتي رقم 1 نفرض أن X هي درجات مادة الرياضيات و Y درجات مادة الإحصاء رقم 2 تكوين الجدول التالي للحصول على المجميع المطلوبة لحساب معامل ارتباط بيرسون كما يلي كما هو واضح يتكون الجدول من خمسة أعمدة العمود الأول لقيم X بجمع القيم الموجودة في هذا العمود نحصل على المجموع سمميشن X يساوي 800 بجمع القيم الموجودة في العمود Y نحصل على مجموع قيم Y سمميشن Y يساوي 700 ثم نقوم في العمود الثالث بضرب قيم X في قيم Y لتكوين العمود الخامس كمالي 80 في 60 يساوي 4800 80 في 70 5600 وهكذا حتى ننتهي آخر قيمة 90 في 60 يساوي 5400 ثم نقوم بجمع قيم هذا العمود لنحصل على مجموع قيم X في Y أي سميشن X في Y العمود الرابع هو عبارة عن مربع قيم X نقوم بتربية 80 نحصل على 6400 وهكذا حتى ننتهي من جميع قيم X لنحصل على مجموع مربعات قيم X أي نحصل على سميشن X تربية العمود الخامس هو عوارة عن مجموع مربعات قيم Y ونحصل ونحصل عليه بتربية كل قيمة من قيم Y ثم نقوم بجمع القيم في هذا العمود لنحصل على مجموع سميشن Y تربية بعد الحصول على هذه المجمية نقوم بالتعويض في معادلة معامل ارتباط بيرسون وهي R يساوي N في سميشن X في Y ناقص سميشن X في سميشن Y على الجزر التربية لن في سميشن X تربية ناقص سميشن X لكل تربية في الجزر التربية لن في سميشن Y تربية ناقص سميشن Y لكل تربية حيث N عدد القيم أو عدد أزواج قيم المتغيرين X و Y نقوم بتعود في هذه المعادلة لنحصل على معامل الارتباط حيث معامل الارتباط في هذه الحالة R يساوي 64% تقريبا من الواضح أن الناتج إشارته مجابة أو ناتج معامل الارتباط إشارته مجابة مما يدل على أن الارتباط طردي و 64% يعني ارتباط طردي متوسط